السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مرحبا بكم معي من جديد أخواتي في مطبخ حسناء ساليف كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو بخير على خير في أحوال طيبة وصحة جيدة بإذن الله كنشكركم أخواتي شكر كبير بزاف بزاف لحسن المتابعة ديالكم ولا تعليقاتكم اللي تخليوا لي والتشجيع ديالكم فشكرا شكرا لكم أخواتي كما كنتلاحظوا معي البنات يوم ان شاء الله قد نشارك معكم هذا الخبز الألماني اللي كيجي صراحة أكتر أكتر من رائع كيجي خفيف هذا الخبز ومقطن من الداخل وكيجي رائع جدا فإن شاء الله أخواتي تجربوا بصحة والرحاوينة لإعجابكم ولكنتو أول مرة كتزروا القناة ما تنسوش الاشتراك فيها والضغط على الجرس باش يوصلكم إن شاء الله كل جديد فاندزوا دبا المكونات والطريقة ديالتحضير فخليوكم معي بإذن الله إذن أخواتي هدو من المكونات اللي غنحتاج في هذا الوصفة هذي فعندي كما كتلاحظوا 500 جرام ديال الدقيق الأبيض اللي يكون نوعية جيدة يعني نصف كيلو أخواتي ديال الدقيق الأبيض اللي يكون نوعية جيدة وغدا نضيف على هالطحين هذا معلقة كبيرة ديال السكر ونضيف معلقة كبيرة ونصف معامراش ديال الخميرة ديال الخبز سوى هد الحبيبات أو للمعجونة ونصف معلقة صغيرة ديال الملح صافي وغدا نضيف من بعد معلقة كبيرة عامره مزيان ديال الزبدة أنا أخدمت بزبدة من أصل حيواني ممكن أنا أخد محتى بالزبدة ديال العلب حتى هي سنخدم بها نضيف المكونات بهذا الشكل هذا معلقة كبيرة عامره مزيان تقريبا 35 جرام ديال الزبدة يعني تكون عامره بشكل كبير باش كتجينا النتيجة مزيانة فكنبسس الزبدة مع الطحين بهذا الشكل هذا حتى كي نضيف هنا العناصر بالنسبة كما كتلاحظوا عندي كاس ديال العنبع ديال الحليب عامر الحليب يكون دافغي شوية ميكونش يعني الماء دافي بزاف باش العجين تخمر لنا على خاطرها ويجينا السطح ديال الخبيزات أملس ميجيناش يعني مشقق فضفت هنا أخواتي كاس ديال الحليب وغدا نستمر اللم في العجين بالنسبة للعجين فكيكون تماما بحل العجين ديال البريوش يعني ما كيكونش كيتلسق في اليد وما كيكونش قاسح إذا كان العجين قاسح فهد الخبيزات غيجيوناتقال وما غيجيوناش يعني مهويين من الداخل فنلم أخواتي العجين بهذا الطريقة هذي ونضيف الماء اللي ما زال خاصلين كنا عاود نأكد الماء اللي بيكونوا دافين غير شوية ميكونوش دافين بزاف فنلم العجين أخواتي ونطلق معكم إن شاء الله في المرحلة التالية كنحصل أخواتي على عجين بهذا الشكل هذا غندلك العجين مزيان ونطلق معكم إن شاء الله في المرحلة التالية اللي كنحصل على عجين بهذا الشكل هذا عجين ما كيتلسقش بزاف في اليد وما قاسحش في نفس الوقت كين ما أسبقه وذكرت لكم أخواتي غلما هذي العجين هذي ونضعها في حد السطل أولى سوبيرا اللي كنت تسد مزيان ونخليها تخمر مدة ساعة إلا ربع فتخمر هذي العجين هذي ونطلق معكم إن شاء الله في المرحلة التالية فخليكم معي بإذن الله هنا أخواتي بعد ما خمرت العجين غدا نحاول نخرجوا الهواء اللي تكون في العجين بهالطريقة هذي يعني هذا هو الشكل ديال العجين كيف يكون أخواتي ومن بعد غدا نبدأ نقطع في العجين القطع بالنسبة للخبيزات فقدرت فيهم 83 جرام حتى 90 جرام وبالنسبة للباقيط فمن 100 جرام حتى 130 جرام 120 جرام هذا هو الحجم ما كبير ش بزيف وما صغار ش بزيف تبقى لكم أخواتي الخسير في الحجم اللي بغيتوا تخدموا به فتخدموا به إن شاء الله فهذا هو الشكل ديال العجين أخواتي مني كتكون نخدمه مزيان يعني كتساعدنا أننا نخدمه في العجين بكل راحة فنكمل أخواتي نحاول يعني أنا حاولت نعبر الكورات كاملين أنا حاولت نزيد عجين عجنة أخرى من هذا الخبز هذا اللي كان خاص من الخبز فزدت عجنة أخرى فنقطع أخواتي العجين بات الشكل هذا ومن بعد هذا نبدأ نشكل من هاد العجين هادو كورات فلاحظوا العجين كيف يبال لكم أخواتي يعني السطح دياله يعني العجين مدلوك أخواتي مزيان فتكون نتيجة مزيانة فكنا بدأ نشكل أخواتي كورات بحال اللي غنديرو قريصات أولا خبيزات صغار كما لاحظوا أخواتي اللي طنفرشها بورق المطبخ صافي غدا نحط حدايا وحد شوي ديال طحين باش كندوز غير غير الكورة غير ممكن نشكلوها خبيزة يعني كندوز وغير الأسفل ديالكورة فقط باش ما تلسقش لنا مع الورق ديال المطبخ مني خمرو الخبيزات نجيو نهزوهم ملقوهم ش لاسقين إلا قيناهم لاسقين وجرينا الخبزة باش نحيدوها من الورق غتنزل لنا الخميرة يعني ما تبقاش الخبزة خامرة فدو وعلاش اخواتي كندوز هاد الشكل هذا الخبيزة دقيق يعني محتاجي مش نهائی طحين نخلي هاد الخبيزات كاملين كنشكلهم جلهم يخمروا المرة تانية هنرى هاد الخبيزات اللي كنطلق فيهم ده باش نشكلهم باقيتات را هم خمرو للمرة التانية باش تلق perturbعوا في نفس الوقس فكنستمر اخواتي بهاد الشكل هدا باش نشكلوا هاد الخبيزات هادو على الشكل الباقيت او الخبز فرنسي. هما هادو كما كتلاحضو خامرين المرة التانية بالنسبة لهاد الخبز بحالي كيخمر ثلاثة المرات المرة الاولى فاش عجلنا والمرة التانية من يشكلناهم كويرات والمرة التالتة منها كنبدو نطيبو هاد الخبز هادا. فكنستمر اخواتي نطلق هاد الكورات بهاد الشكل هادا في الطول وفي العرض باش نشكلو باقيت وكن حاول ناخد غير الكمية ديال الطحيل اللي ما تخليش ليال عجين كيتلسق في سطح العمل هادو هما الخبزات اخواتي كنحاول نطرقهم غير شوية لاحظو يعني العجين كلها فقاعات كنطرقوهم غير شوية ما تطرقوش بزاف الخبزات باش ميجيوناش نازلين. فنكمل اخواتي الخبزات اللي عندي كنلقا على ان الكورات اللي تلقص باش نشكلوهم اه باقيت ارتاحوا هاد الشكل هذا نكملوا الكيمية كلها اللي عندي اخواتي. فكيجي صراحة خبز اكتر اكتر من رائع ان شاء الله اخواتي تجربو بصحة والراحة وهنا كيما كتلاحظو هام الخبزات اللي اطلقت ارتاحو فغدا نبدأ نبرم فيهم على شكل يعني اه خبز فرنسي كيما غتلاحظو معي ان شاء الله كنحاولو احنا تنبرمو ما نزيروش يدينا يعني كنحاولو الرخفو هاد هاد الخبز هادا باش ميتشققش اولي تحلينا الخبز مع الجناب مني كيكون تطيب في الفران فكنستمر اخواتي بهات طريقة هادي كيما كتلاحظو معي العملية جدا سهلا ودغياتي يوجد هاد الخبز يعني ما تياخدش نيائيا وقت طويل في التحضير. وكنجيب هاد الاخير ديالي عاجين كنحاول ان نبرك عليه مزيان بيديه باش ميتحلش لنا هاد الخبز من ندروه في الماء فكنستمر اخواتي بهات طريقة هادي حتى نكمل ان شاء الله الكيمية كل هالي عندي ونطلق معكم ان شاء الله المرحلة التالية بعد من كملو ان شاء الله تخليكم معي باذن الله هنا كيما كتلاحظو اخواتي شكلت باقيات وشكلت خبيزات غدا نغطيهم نخليهم يخمروا مدة نصف ساعة بالضبط وهو ما تيخمرو تندير واحد الكاسرونة فيها جوج يترو ديال الماء يعني الماء مني كيكون غلى كيكون الخبز خمر قعد كنضيف على هاد الماء هاد اللي كيكون تيغلي جوج معالق بشوية بشوية ديال بيكاربونات الصودة غير بشوية بشوية كنضيف كنضيفهم باش ما يفيدش لنا الماء يعني ما تضيفوا هاد البيكاربونات حتى كتلقوا يعني الخبز خمر نصف ساعة كيكون يعني وقت مزيان ان الخبز يخمر وهديك الوقيت اللي كان كي يخمر فيها الخبز وكل ما تيطيب في الكاسرونة كنتمشى على الفران وناقصه باش مني ندخل هاد الخبيزات الفران يكون سخون مزيان ويعطينا التحمير تحميرة موحدة هاد الخبيزات هاد وفنحاول نحيد هاد الرغوة هادي ومن بعد اخواتي غدا ناخد الخبيزات غنوضع بالوحدة بالوحدة هاد المهاد اللي كتكون يعني متوسطة. وكنبقى نهز الماء وكنحطوه بفوق الخبيزة كما GT معيه كانحسبه مين نحط هاد الخبيزة بحلية كانحسب ثلاثين ثانية يعني نحسبه من واحد حتي لثلاثين واحنا هاة هاد الخبيزة هادي وكنبقى نهز الماء وكنحطوه فوق الخبيزة بهاد الشكل هذا مدة ثلاثين ثانية بالضبط اخواتي سافي وغدا نحيد هاد الخبيزة هادي للماء حتى نكمل الكيمية كلها اللي عندي غدا نوضع اللطة خالورة اه في هذه هاد الخفيزات هادو اللي تكون مفرشة اخواتي باش يعني الخبز يكون اللي تي برد بوحدو هاد الخبز اللي درناه في الما يكون بوحدو. فاخواتي غدا نحيض هاد الخبز هادي من الماء وبنفس الطريقة تنديرو الباقيت حتى هو سنوضعوه في الماء اللي تكون غليان ودرجة حرارة طيال العافية كتكون متوسطة ما كتكونش مجهدة وما كتكونش منقوصة وكان بقاون هالزول ما وكان كبوه ايضا فوق الباقيت كيما كتلاحظو يا اخواتي المتيغلي ماشي يعني العافية منقوصة بززاف وماشي مجهدة بزاف فان شاء الله نتلقى معكم في المرحلة التالية اللي تناخد واحد الموس اللي يكون ماضي وكان فلح هاد الخفيزات هادو يعني وخيبالين الشكل انهما مقادش غير فلحوا الخفيزات وانتوما مرتاحين وغد دخلهم الفران وغدان يتنفخوا وان شاء الله غدان يجيوا مقادلين بإذن الله تناخد هنا الجنجلان انا درت الجنجلان بيض اللي عندنا نخدمه به الجنجل العادي سانوج زريح الكتان شوف اللي عندكم تخدموا به لاحظوا ما دهنت الخبز تب حاجة صافي الفرار رهده بسخون مزيان والباقي تحتهو سنفلحو بنفس الطريقة اخواتي فران سخون بزاف يعني انا الفران سخن مزيان فمني دخلت هاد الخفيزات هادو الفران محتاجيش نهائيا نشعل العافية في الوجه دي الخبيزات اولا ننزلهم من تحت يعني كان الصهد ضير في الفران مزيان وكان الصهد احت الفوق فاتحمره بدون ما نشعل عليهم العافية وبدون ما ننزلهم من تحت العافية كتكون متوسطة اخواتي في الفران ماني كان دخلوا هاد الخبيزات هادو فان شاء الله اخواتي طيبوا ونطلق معاكم ان شاء الله في الشكل النهائي ديل هاد الخبيزات هادو اللي كيجيوا صراحة اكتر اكتر من رائعين فخليوا يكون معي باذني الله تيبقى اخواتي هادا هو الشكل النهائي ديل الخبيزات اللي حدرت معاكم اليوم اللي كيجي صراحة هاد الخبز اكتر من رائع ان شاء الله اخواتي تجربوه بالصحة والراحة فخصوصا مني كيكون هاد الخبز هادا تيطيب يعني كتكون واحدا رائحة زوينة بزاف ديل الخبز هو تيطيب لاحظو اخواتي شحل كيجي يعني كيجي هاد الخبز خفيف لواحد درجة كبيرة بزاف ومهوي من دخل كيما غنوريكم ان شاء الله واحد اه الحبات او لوحد الخبيزات اللي غنقسمهم معاكم وممكن ان انا ايضا نحتفظوا باحتفل مجمد هاد الخبز ما كتبقى عليه تشي حاجة غادي يعجب الوليدات بزاف انا نديروهم صندويشات مالحة او لا صندويشات يعني حلوة نعمرهم شي حاجة حلوة بحل الشكلات بحل المربى بحل الفرماج بغينا نديروهم يعني صندويشات لوليدات الصغار مالحين فكنديرو يعني اما اللحم المدخن او للكفتال فرماج ماطيشة الخص فايضا كيجيو صراحة زويني وكيجيو تشهيو وممكن ايضا اخواتي اننا نديرو الباقيت في وزن خمسين جرام تقريبا كيجي صغير بزاف وكن نعمروا به او لكي رابقوا حتى مع طلاط اللي تكون مالح فكيجيو صراحة زويني بزاف وكيجي شكل دينهم صغير وزوين فهذا هو الشكل اخواتي دي الخبز مني اتي طيب وتي برد فلاحظوا يعني كنحاول انضغط على الخبز وكيرجع كيف الاول يعني الخبز كيجي صراحة نخفيف فانتو مش حق يجي مهوي من داخل اخواتي فكنحاول نورك على الخبز باش تبال لكم اخواتي يعني الشكل دي الخبز كيف كيكون فهذا هو الشكل اخواتي فقد نحاول نقسم معكم الخبز حتى من الداخل باش تشوفوه واي حاجة اخواتي ما واضحاش مزيان خليوها لي ان شاء الله في التعاليق هنتو ما اخواتي كيف كيجي الخبز من الداخل واي حاجة اخواتي ما واضحاش مزيان ومشروحاش مزيان خليوها لي ان شاء الله في التعاليق نجوبكم عليها باذن الله فكيجي صراحة خبز بنين بزاف وخفيف وتيشاهي. وبالنسبة اللون اللي تياخد الخبز يعني من يتنديرو الخبز فهذاك المالي تيكون غليان. فاللون او التحمار تياخده من هاداك المالي وضعناه اللي وضعنا فيه الخبز عفوا. مدهنا الخبز حتى بشي حاجة من يبغينا نديرو الجنجلان. يعني غير بذك المالي كنا حيضنا صفينا الخبز منه اللي كان في كاسونا هو اللي تبث لنا الجنجلان. فلاحظوا اخواتي ايش حال كي يجي يعني اسفن جهة الخبز هذا. وان شاء الله ننزل معكم وصفات اخرى دي الخبز باشكال كتيرة بإذن الله خبز المناسبات. ان شاء الله ننزل لكم في القريب. فهانتما اخواتي كيف كي يجي. وكنشكركم اخواتي شكر كبير بزاف بزاف على حسن المتابعة ديالكم وعلى تعليقاتكم اللي كتخليوا دي وعلى التشجيع ديالكم وعلى كلامكم طيب فشكرا شكرا لكم اخواتي. ما بقى لي الا نقول لكم تلافراتكم بزاف زاف و الى لقاء اخر في فيديو اخر في فكرة جديدة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.